مع كل شتاء يضطر أهالي مدينة الموصل إلى الوقوف في طوابير والانتظار لساعات طويلة لينالوا نصيبهم من وقود التدفئة أو ما يعرف شعبيا بالنفط الأبيض في أحد أكبر البلدان المصدرة للنفط مثل العراق يعاني سكان الموصل من جراء الفساد الإداري وسوء توزيع المنتجات النفطية التي يحتاجها كل منزل والتي يفترض أن توفرها شركة توزيع المنتجات النفطية في نينوى وهو ما يثير غضب السكان نحن هسا عنا نعاني من شغلة النفط جدت الحصة روح يلزم سرع البنزيخانات وازدحامات وتروح من الفجر ما تجي إلى المغرب على مد مئة لترة المفروض يوزعونها على الوكلاء الوكيل مال المواد ينطون الحصة مال النفط ونحن بلد نفطي والموصل تعاني هاي مو بس شتة واحد هاي أربع خمس شتويات نعاني من شغلة حصة النفط وتزداد معاناة الحصول على الوقود المنزلي لدى المواطنين الفقراء ومحدودي الدخل في الموصل البرمية الأصبح بمئة واثمانين ألف ومئة وتسعين ألف زينا اليوم المواطنة البسيط إذا يومية عشت ألاف أو اثنائ عش ألف هذا من يجيب للهيجار لو للنفط لو غير شيء فالعالم اتدمرت أخي العزيز بينما يتساءل آخرون عن سبب عدم حصر توزيع الوقود لدى وكيل التوزيع بدلا من الآلية المتبعة لتزويد المواطنين بالوقود يعني المواطن يجي يقضوا بسرعة ولو حولوه على الوكيل أحسن يحولوه على الوكيل أحسن أخيره أحسن يجي المواطن على الوكيل يجي يستلم حصته يروح لا هاي المعاناة ويجي من الساعة وحده نوات ثلاثنتين يجي بالليال يجي يقضوا بسرعة إلى الصبح نوات يحصل لو مات لما يحصل فيما تبرز مشكلة أخرى تحول دون حصول السكان على حصتهم من وقود التدفئة نحن البلد النفط النفط عندنا هاي وهنا عندك السرعة من يمشون على السرعة يمشيهم المدير على السامي قصاصات يسم بيد الشرطي قائمة قائمة بيدوا هناك يمشي العالم بس المنتجاز النفطي هي ما ساعة سلطي فرع السائلو هم الماتين يمطون المشهد هذا يتكرر يوميا منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الغروب في وقت تعلن فيه السلطات الحكومية عن وجود اكتفاء محلي من المنتجات النفطية بل وتعلن عن تزويد دول مجاورة بالمشتقات النفطية المختلفة اشتركوا في القناة